بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المتعلمين مرحبا بكم مجددا على موقع دروسكم مع الأستاذ وسيم حلاسة في سلسلة دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الأولى متوسط ودرسنا اليوم هو مخطط الدارة الكهربائية بعدما تعرفنا أعزائي المتعلمين على مفهوم الدارة الكهربائية والعناصر التي تدخل في تركيب هذا الدارة الكهربائية إذا لم يسبق لك وشاهدت هذه الدروس يمكن لك العودة إلى قناتنا على اليوتيوب أو موقع دروسكم ومشاهدة بقية الدروس إذن أول مفهوم نبدأه هو الرموز النظامية في حقيقة الأمر يوجد عدد كبير جدا من البطاريات أو من المولدات لها أشكال مختلفة وتحمل أرقام مختلفة ومن أجل التعبير عنها في دارة كهربائية سوف يصعب علينا رسم كل بطارية بشكلها الخاص لذلك وضعت رموز نظامية بسيطة متعارف عليها ومتداولة من أجل التعبير عن كل عنصر كهربائي بمعنى المصباح له رمزه النظامي القاطعة لها رمزه النظامي المولد له رمز نظامي وكل عنصر كهربائي موجود سوف تجد أن له رمزا نظاميا خاصا به انطلاقا من هذا المبدأ عزيزي المتعلم سوف نقوم بتمثيل الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية البسيطة ومن أجل التمثيل نستعمل وسائل الرسم أي قلم الرصاص المصطرة المدور أو مصطرة الدوائر إن اقتضى الأمر أول رمز نظامي نتعرف عليه مع بعض العمود الكهربائي أو البطارية أو المولد هو عبارة عن قطعتين مستقيمتين متوازيتين الأولى أطول من الثانية يتوسطهما قطعتين مستقيمتين أفقيتين بهذا الشكل أكيد سوف تستعمل أن تعزيز المتعلم المصطرة وسوف نوضح الشكل النهائي في المقطع وسوف نوضح الشكل النهائي في تتمة هذا الموضوع المصباح هو عبارة عن ضائرة تتوسطها علامة في وقطعتين مستقيمتين أفقيتين القاطعة كما سبق وذكرنا لها حالتين الأولى مغلقة والثانية مفتوحة إذن بهذا الشكل مغلقة أي الطرفان موصولان أما المفتوحة الجزء المتحرك يكون في الموضع الثاني إذن بهذا الشكل مفتوحة وأعيد من أجل التمثيل يجب أن تستعمل وسائل الرسم المحرك إذن هو عبارة عن ضائرة داخله حرف أم دلالة على المحرك أما الأسلاك فهي عبارة عن قطع مستقيمة أكيد بالمسطرة والقلم وفي النهاية هذا هو التمثيل الصحيح للرموز النظامية للعناصر الكهربائية الداخلة في تركيب دارة بسيطة فكما سبق وذكرنا أنه هناك عدد كبير جدا من العناصر الكهربائية كل عنصر له رمزه النظامي الخاص به مثلا العمود الكهربائي أو البطارية أشكاله مختلفة لكن رمزه النظامي باستعمال وسائل الرسم وقلم الرصاص هذا هو رمزه النظامي أيضا المصابيح نجد أن هناك عدد كبير من المصابيح لها أشكال لها ألوان مختلفة تصدر أضواء مختلفة لكن الرمز النظامي هو عبارة عن دائرة داخلها علامة في القواطع أي القاطعة لها رمزان الحالة الأولى مغلقة والحالة الثانية مفتوحة المحرك الكهربائي مثل المصباح دائرة وخطان أفقيان لكن داخل هذه الدائرة حرف أم الأسلاك هي عبارة عن قطع مستقيمة الآن بعدما تعلمنا أعزائي المتعلمين بعض الرموز النظامية لبعض العناصر الكهربائية سوف نتعلم مع بعض سوية كيف أنجز مخطة دارة كهربائية من أجل ذلك شاهد معي مقطع الفيديو الموالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر